بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل في هذه الحصة إن شاء الله لدينا درس في مادة أرياضية للسنة الرابعة ابتدائي نفتح الكتاب صفحة 120 ولدينا الجزء الأول أكتشف لربط وتزيين علب الهدايا قصة سلين ثلاثة أجزاء من لفة شريط جديدة أطوالها 2 متر 1.35 متر و75 سنتيمتر ما هو الطول الكلي للشريط المستعمل لربط وتزيين الهدايا؟ إذن يا أبطال سنجيب عن السؤال قبل الإجابة عن السؤال لدينا خطوات سنقوم بها لاحظوا معي هنا لحساب طول الشريط المستعمل لدينا هنا أولا الطول الكلي يعني الكلمة مفتاحية نعم لدينا عملية جامع أحسنتم لحساب طول الشريط المستعمل أجمع الأجزاء لدينا طول الجزء الأول زائد الثاني زائد الثالث لا أنسى التحويل إلى نفس وحدة القياس هنا لدينا وحدة القياس بالمتر وهنا بالمتر وهنا سنتيمتر إذن هنا 75 سنتيمتر أولا سنقوم بتحويلها للمتر ثم بعد ذلك سنضع عملية الجامع نكتب هكذا 75 سنتيمتر نقوم بتحويلها أولا للمتر بعد ذلك نقوم برسم جدول قياس الأطوال لدينا مليمتر بعد المليمتر لدينا سنتيمتر ثم ديسيمتر ثم لدينا متر هكذا يا أبطال إذن الآن 75 سنتيمتر لدينا رقم الوحدات خمسة الوحدة سنتيمتر نكتب خمسة سبعة هكذا التحويل إلى المتر المتر من هنا إذا كان من هنا قلنا نضيف أصفار من هنا أيضا يا أبطال نضيف أصفار لكن مع السفر نضيف فاصلة إذن لدينا هكذا السفر خانة المتر وصلنا الخانة المتر إذن نكتب فاصلة هكذا إذن 75 سنتيمتر يساوي 0.75 متر الآن نضع عملية الجامع لدينا 0.75 أضيف لها ماذا؟ لاحظوا 1.35 أولا لوضع الأعداد هكذا نضع الفاصلة تحت الفاصلة أولا هكذا نضع الفاصلة 1 هنا نقول الجزء الصحيح 35 الجزء العشري الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح دائما لدينا سفر الجزء الصحيح نضع تحت السفر الجزء الصحيح الثاني لدينا 1 ثم بعد الفاصلة لدينا 3 5 هنا لدينا 2 متر قمنا بإضافة كم من سفر 1 2 مع الفاصلة 2 متر يا ابطال لدينا الجزء الصحيح فقط إذن نضع هكذا الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح لدينا اثنان هنا ستكون الأماكن فارغة سنقوم بملئها لدينا تحت الفاصلة أضع فاصلة وأضيف صفر واحد اثنان نقرأ هكذا اثنان أو نقرأ هكذا ايضا اثنان نضع عملية الجمع هكذا زائد نجمع الآن عادي اجري العملية بنفس الطريقة المألوفة وأضع الفاصلة في النتيجة نبدأ بالعمود الأول خمسة زائد خمسة زائد صفر كم يساوي أبطال يساوي عشرة نكتب صفر هنا وأضع الاحتفاظ في الأعلى ثم واحد زائد سبعة زائد ثلاثة واحد زائد سبعة ثمانية زائد ثلاثة احدى عشر أضع واحد ونضع الاحتفاظ في الأعلى ولا ننسى الفاصلة يا أبطال الفاصلة تحت الفاصلة هكذا ثم نجمع واحد زائد سفر زائد واحد زائد اثنان ولدينا أربعة إذن هنا لدينا أربعة فاصل عشرة أو نقول أربعة فاصل واحد إذا كان سفر على يمين الفاصلة هكذا بهذه الجهة وقمنا بحذف السفر أيضا يبقى العدد كما هو نقول أربعة فاصل واحد أو أربعة فاصل عشرة إذن طلب مننا الآن أكتب جملة الإجابة عن السؤال هذا هو السؤال يا أبطال ونقول الطول الكل للشريط المستعمل لربط وتزيين الهدايا وهو 4.10 متر الآن لدينا السؤال الثاني كم يبقى من اللفة إذا علمت أن طولها 5 متر لاحظوا معي يا أبطال هنا لدينا يبقى كلمة مفتاحية نقول يبقى يتبقى كم بقية إذن هنا قلنا إذا وجدنا كلمة مفتاحية هكذا يعني لدينا عملية طرح لكن نتأكد أكثر هل نضع عملية طرح لاحظوا معي سأقوم برسم وتمثيل المعطيات لدينا لفة هكذا من الشريط طول اللفة وهو 5 متر أخذنا منها ثلاثة أجزاء الجزء الأول زائد الجزء الثاني زائد الجزء الثالث هذه الأجزاء التي أخذناها من اللفة وجدنا 4.10 متر ما وجدناه في الجزء الأول مطلوب منه كم يبقى من اللفة هذا الجزء طول هذا الجزء كم لدينا الطول الكلي 5 متر أخذنا 4.10 إذن هنا يعنينا بعملية الطرح أحسنتم أطرح ماذا من ماذا؟ 5 ناقص 4.10 أو نقول 4.1 أضع أولاً 5 هكذا لدينا فقط الجزء الصحيح لدينا عدد طبيعي يعني عدد بلا فاصلة يا أبطال لدينا هنا 4.10 هنا أربعة وهو الجزء الصحيح عشرة الجزء العشري أضع أربعة تحت خمسة إذن الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح ثم أضع فاصلة هكذا أضع واحد السفر هنا ماذا سنكتب؟ لدينا الأماكن فارغة سنقوم بملء الأماكن لدينا هنا فاصلة سأضع فوقها مباشرة فاصلة أضع سفر هكذا ونضع سفر هكذا الآن ننجز العملية لدينا سفر ناقص سفر يساوي سفر أحسنتم سفر ناقص واحد لا نستطيع ماذا سنفعل يا أبطال؟ إما الطرح بالإضافة أو بالاستلاف سأضيف واحد هنا ونضيف واحد هنا هنا لدينا خمسة وهنا لدينا عشرة عشرة ناقص واحد يساوي تسعة أضع الفاصلة تحت الفاصلة ثم خمسة ناقص خمسة يساوي السفر إذن ما تبقى من اللفة لدينا سفر فاصل تسعة متر نقول سفر فاصل تسعة متر أو نقول سفر فاصل تسعون متر الآن لدينا الجزء الثاني أنجز ضعي العمليات ثم أنجزها على كراسك لدينا عمليات جمع ولدينا عمليات طرح هنا من دون وضع عمليات الطرح أحسب سنقوم بإنجاز عمليات الجمع فقط لدينا العملية الأولى 4.68 زائد 3.95 لدينا 4 الجزء الصحيح 3 الجزء الصحيح وهنا الجزء العشري وهنا الجزء العشري نقوم أولا بكتابة العدد الأول لدينا 4.68 نضع الفاصلة تحت الفاصلة أولا قبل كتابة العدد الثاني ثم لدينا ثلاثة الجزء الصحيح يعني لبعد الفاصلة مباشرة لدينا ثلاثة الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح بعد الفاصلة لدينا تسعة ثم خمسة أضع زائد هكذا ونضع خط يساوي ثمانية زائد خمسة يساوي ثلاثة عشر أحسن نكتب ثلاثة أضع واحد هنا الاحتفاظ ثم واحد زائد تسعة زائد ستة يساوي كم يا أبطال سبعة عشر أو عفوا ستة عشر يساوي ستة عشر نضع الاحتفاظ لا ننسى الفاصلة يا أبطال ثم واحد زائد أربعة زائد ثلاثة يساوي كم؟ يساوي ثمانية إذن لدينا ثمانية فاصل ثلاثة وستون العملية الثانية تسعة فاصل أربعمائة وثلاثة وخمسون زائد اثنى عشر فاصل اثنان وثلاثون نقم بكتابة العدد الأول أولا لدينا تسعة فاصل أربعمائة وثلاثة وخمسون نضع الفاصلة تحت الفاصلة أحسنتم نبدأ بالجزء الصحيح لدينا اثنان واحد اثنان رقم الوحدات واحد عشرات هنا فقط لدينا التسعة إذن هنا تسعة وحدات نضع الوحدات تحت الوحدات اثنان ونضع واحد هكذا ثم بعد الفاصلة لدينا بعدها مباشرة لدينا ثلاثة ثم اثنان نضع زائد هكذا ماذا سنفعل الآن نقم بملء الأماكن الفارغة بأصفار نضع صفر هكذا لا يتغير العدد نقول تسعة فاصل أربعمائة وثلاثة وخمسون وهكذا أيضا تسعة فاصل أربعمائة وثلاثة وخمسون ونضع صفر هكذا اثنى عشر فاصل ثلاثمائة وعشرون أو نقول اثنى عشر فاصل اثنان وثلاثون نفس العدد الآن النجمع عادي ثلاثة زائد سفر ثلاثة خمسة زائد اثنان سبعة أربعة زائد ثلاثة سبعة نضع الفاصلة تحت الفاصلة تسعة زائد اثنان لدينا احدى عشر نضع الاحتفاظ واحد زائد واحد اثنان إذن لدينا واحد وعشرون فاصل سبعمائة وثلاثة وسبعون العملية الثالثة اثنان وخمسون زائد ثمانية وثلاثون فاصل خمسة واربعون نضع العدد الاول نقوم بكتابتي اثنان وخمسون العدد الثاني ثمانية وثلاثون فاصل خمسة واربعون نبدأ اولا بكتابة الجزء الصحيح ثمانية وثلاثون اثنانية وخمسون نكتب ثمانية وثلاثون هكذا ثم نضع فاصلة بعد الفاصلة لدينا اربعة خمسة نكتب اربعة اولا ثم خمسة ونضع زائد هكذا يساوي لدينا هنا الأماكن الفائقة ماذا سنفعل؟ الفاصلة دائما تحت الفاصلة نقوم بوضع فاصلة هنا ونقوم بملأ الأماكن هنا سفر السفر الآن لدينا سفر زائد خمسة خمسة سفر زائد أربعة أربعة الفاصلة تحت الفاصلة دائما اثنان زائد ثمانية عشرة واحد زائد خمسة زائد ثلاثة يساوي تسعة إذن تسعون فاصل خمسة وأربعون وهنا تكون خلاص معنا حصة اليوم دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته